السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 12 نيسان إبريل وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الجوزاء ورح يظل موجود في برج الجوزاء لا الساعة 45 دقيقة من بعد عصر يوم السب القمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته الآن هو في منزلة الهقعة وهما هي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال أو الأورام أو غيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 8 و17 دقيقة من مساء الخميس اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و39 دقيقة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء القمر بما أنه استقر في برج الجوزاء معناته خلال هذا اليوم منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات لبتتقلب الأفكار والأفعال والأقوال أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وثمانية وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينتش من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا أن نبذل جهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض لشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكئبة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 54 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب بتسببنا خصومات وخصوصا مع النساء ويستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم ونحاول أنه نخلد للراحة هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون عصر يوم الغد ساعة 2.45 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة 5.44 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 4 أيام في تمام الساعة 35.32 دقيقة صباحا بصغير 5 أيام نسبة الإضاءة 22% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19.4 سعيد الآن بنسبة 60% ساعات المساء سعيد بنسبة 70% القمر في الجوزاء حتى يوم 13.4 سعيد الآن بنسبة 30% ساعات الفجر منتحس بنسبة 25% ساعات العصر منتحس بنسبة 40% ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في الحمل بيتراجع حتى يوم 25.4 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 29.4 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 30.4 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 25.5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% وعورة نصف الثور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتنشطه في مجال السفر والاتصالات خلال هذا اليوم بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها فما تتهرب من المسؤولية ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليون والدبلوماسية في التفاوض والتعامل مع الغير وبتكثر الزيارات والتنقلات برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لا استحقاقات مالية اتجنب نزوات التسوق وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات ويعني فيه انشغال بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم أنتو عندكو قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها تلمس انفراج وبترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ بتواجه الواقع بمنطق وعزيمة وبتتلقى جواب هاي الفترة وبتتوضح لك كثير من الأمور بانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بنال التعب منكم لأنه القمر صار موجود في بيت المتاعب ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم ابتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعلات خذ قسط من الراحة لأنه ممكن تعيش لحظات صعبة حاذر الفشل والالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء وهاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأطراف أهم شيء أنه اليوم تحاول أنك تنجز عملك لأنه اليوم في صعوبة في إنجاز بعض الأعمال بشكل كامل دون واسطة أو تدخل أحدهم استشير أهل الإختصاص ممكن تطمئن مخاوفك وتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم بل تفاءل بالخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل أقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ كون على قدر المسئولية وما تتردد بطلب رأي أو مساعدة أحدهم دع خجلك جانباً وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وتجنب الكلام القارص برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بدي يستعد بشكل جيد رغم أنها فترة حافلة بالنشاطات والاتصالات حاول أنك تبحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما ابتكثر الانشغالات الإدارية ولكن بدك تحاذر من بعض المتاعب الصحية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريك فيها وسارعوا لترتيب الأوراق والملفات ممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة لا تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك شارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة صعبة بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات وممكن تعيش لحظات صعبة ومحرجة بتعاكسك الظروف وبتظهر معاكسات كبيرة وتعتبر من أصعب أيام الشهر أهم إشي إنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم حاذروا من أي تراجع صح اليوم واللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع طبيب باكروا لعملكم وتركوا مساحة للغير للتحرك باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك في مكان عملك بالنسبة لموليد برج الجدي وطبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ولا كنك ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك وممكن يفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك يعني الأجواء جيدة اجتماعيا بشكل كامل وعاطفيا أيضا وفي فرص مالية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكم بيمور إلها صلة بالبيت والعائلة ولكن خصص وقت من وقتك إلى الاهتمام بمسائل وشؤون العائلة والأشؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم وشك برضو اليوم ممكن تظهر بعض الأعطال أو المناسبات أو الإزدحام بالمسائل العائلية فبدك تكون جاهز لها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أن أعرف محدد أشهد أن أ unanim في حديث اشتركوا في القناة